نجحت الصين في اختبار موثوقية محرك عالي الدفاع على الصاروخ الحامل لون مارش 5 بي بعد ظهر يوم الجمعة مما يضع الأساس للعديد من عمليات الإطلاق اللاحقة وسينفذ الصاروخ الحامل الصيني لون مارش 5 بي مهما إطلاق مختلفة لإنشاء المحطة الفضائية ومن المقرر أن يتم إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية أولا هذا الربيع ويهدف اختبار يوم الجمعة إلى تحسين موثوقية المحرك الذي يعمل بالهيدروجين السائل والأكسوجين السائل خلال فترة تنفيذ مهام إنشاء المحطة الفضائية